كم أنت ضعيف أيها الإنسان لا تستطيع القيام بشؤون نفسك لا في طفولتك ولا في شبابك ولا في كبرك فأنت محتاج إلى ربك القيوم والقيوم هو القائم بأمر كل شيء في رزقه والدفع عنه ورعايته وتدبيره وهو القائم بأمر خلقه في إنشائهم العالم بمستقرهم ومستودعهم والقيوم هو الذي قام بنفسه فلم يحتج إلى أحد وقام كل شيء به فكل ما سواه محتاج إليه بالذات والله تعالى بقيوميته رعى الجنين في بطن أمه وطوره وعدله حتى اكتمل نموه ورعى البذرة في باطن الأرض حتى نمت وترعرعت وأخرجت الثمار اليانعة والله تعالى قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام واسم الحي القيوم عليهم مدار الأسماء الحسنى كلها فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال والقيوم متضمن كمال غناه وقدرته فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه وهو المقيم لغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن في سورة البقرة وآل عمران وطاها قال القاسم فالتمستها إنه الحي القيوم فمن عرف الله بقيوميته أحبه محبة العبودية والشكر والإقرار بفضله وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقرب إلى حبك ومن عرف أن الله بقيوميته يدبر أموره كلها توكل عليه وفوض أمره إليه واطمأن لقضائه وقدره لأنه يعلم أن تدبير الله له خير من تدبيره لنفسه ومن عرف أن الله هو القيوم دعاه وتوسل إليه بقيوميته وفي الدعاء المأثور يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ترجمة نانسي قنقر